بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم وسائل التواصل الخاصة ببرنامجنا وسائل التواصل الاجتماعي موجودة وبتعرض معظم أوقات الحلقة تواصلوا معنا اتفرجوا على محتوى حلقتنا السابقة لو عايزين تسألوا أو تتفرجوا على حاجة محددة ممكن تكتبوا الموضوع ثم الدكتور محمد رفعت يعني الموضوع سلاش كده الدكتور محمد رفعت يحكى أن هيتلع لكم أكيد الموضوع إن شاء الله يعني هيتلع لكم موضوع له علاقة بسؤالكم ممكن كمان تبعتولنا أسئلتكم واستفساراتكم وحتى يعني رغبتكم في نوعية الحلقات اللي تحبوا إن احنا نتناولها ونقدمها الحلقة النهاردة الحقيقة بناء على رغبة عدد كبير جدا من حضراتكم تجربة بيمر بيها أسر كتيرة جدا جدا وطلبوا مننا إن احنا نتكلم فيها معاكم يعني تجربة إن الطفل يروح الحضانة أول مرة أنا بتكلم على الحضانة مش المدرسة الحضانة اللي هي الأماكن النهارية اللي بيقضي فيها الطفل وقت في الفترة الأولى من عمره واللي احنا اتفقنا إن موعد ذهاب الطفل للحضانة بيختلف حسب ظروف كل أسر يعني فيه ناس بتودي الأطفال للحضانة دي من عمر ثلاث شهور فيه أمهات تقولك أنا بشتغل والشغل عندي مش مديني أجاسب مثلا يعني فيه أطفال تانية بتروح الحضانة من ست شهور فيه أطفال تانية تروح من سنة أنا بشكل شخصي مش أنا يعني العلم يعني بيقول إنه الوقت المثالي إن الطفل يروح الحضانة يكون بعد سن سنتين مش معنى كده إن اللي بيروحوا قبل كده غلطانين أنا بقول لكم الوقت المثالي المثالي ودايما كلنا بنحاول نحقق المثالي لكن لو معرفناش فيه الطبيعي أو فيه المقبول برده يعني ما فيه عاش خطورة بس طبعا كل ما عمر الطفل كان صغير كل ما كان فيه صعوبة في التجربة دي على كل الأطراف الحية على الطفل وعالأم وعالأب وعالحضانة نفسها يعني بتبقى عايزة استعدادات معينة تجربة إن الطفل يروح الحضانة لأول مرة وأنا بكرر إن كلامي مع حضراتكم النهاردة عن الحضانة اللي هي ملاش علاقة بالمدرسة مش الكي جي وان والكي جي تو لا الحضانة اللي أنتو بتدوروا كده على مكان الطفل يروح يلعب فيه ويبقى عنده كده حياة اجتماعية على قد طبعا عمره وعلى قد خبراته في الحياة هنتكلم مع حضراتكم عن التجربة دي من خلال أربع محاور مختلفة مهم جدا إن حضراتكم تعرفوا هذه المحاور أو الاتجاهات الأربعة بمعنى أدق هنتكلم عن نصايح تخص الأم الأم اللي ابنها أو بنتها بيروحوا الحضانة لأول مرة هقول لحضرتك نصايح ومحور يخص الطفل حاجات عن الطفل يعني ومحور يخص الأب ومحور رابع وأخير يخص الحضانة نفسها نبدأ مع حضراتكم على طول كلامنا في المحور الأول من حلقتنا النهاردة وهي حاجات تخص الأم أو بمعنى أدق نصائح أحب أن أنا أوجهها لكل الأمهات اللي عندهم أطفال بيروحوا الحضانة لأول مرة خليوا بالكوا دي تجربة مهمة يعني تجربة مهمة ومؤثرة يعني مش حدث عادي أو حدث متكرر بعد كده بيبقى حدث متكرر لما الطفل بيروح بقى كل يوم وبينتظم وإن شاء الله يبقى مبسوط لكن البداية دي حدث كبير حدث له أهمية يعني عشان كده مهم إن حضراتكم تعرفوا هذه المعلومات وزي ما قلتلكم الحلقة دي يعني مبنية وموجهة الحضارات أنتوا اللي طلبتوها كتير قوي بيسألوني على صفحتي الشخصية أو على صفحة البرنامج عن هذا الموضوع الأول كان ناس سألتنا عن مواصفات الحضانة وعملنا حلقة جميلة عن مواصفات الحضانة مش باعترافي أنا جميلة دي يعني باعتراف حضراتكم إنه اتبسطوا قوي منها وقلنا إن فيه إحنا اتكلمنا عن كل الجوانب وقلنا لما نيجي نختار حضانة لولدنا نختارها إزاي الحضانة دي تمام كده لو عايزين برضو ترجعوا لها على وسائل التواصل سواء على اليوتيوب أو على فيسبوك الحلقة موجود خلاص دي حاجة مهمة قوي أنا بقى بفترض إن إحنا النهاردة خلاص استقرنا على الحضانة الحلوة كل أسرة طبقت المعايير اللي إحنا اتكلمنا فيها ودت سكور كده لو دخلتوا هتعرفوا قصدي قلنا بندي كل نقطة كده كل عنصر بنديله نقط عشان نعمل سكور في الآخت ونشوف بقى الحضانة دي ولا دي ولا دي بناء على حاجات كتيرة قوي يعني ناس كتيرة قوي ما خطرش على بالها ده لما الحلقة عملت كل الناس كانوا بيقولوا إحنا فعلا كان كل تفكيرنا إن الحضانة تبقى مثلا قريبة تبقى على قد ميزانيتنا الفلوس لكن فيه جوانب تانية خالص شديدة الأهمية أنتو أو حضرتك لفت نظرنا لها وده كان الحقيقة يعني إيه رد فعل جميل واتبسطنا منه قوي النهاردة بقى الحضانة خلاص استقرنا على الحضانة هنروح بقى فيه بقى شوية نصايح وهنبدأ النصايح زي ما قلنا للأم الحضانة مهمة لطفلك أو لطفلتك الحضانة مهمة اقنعي نفسك إن الحضانة دي عشان مصلحته يعني الحضانة مهمة للطفل والمصلحته سواء من الناحية النفسية أو الناحية الاجتماعية أو الناحية السلوكية أو الناحية التطورية كل حاجة من دول بتحصل وبتزدهر لما الطفل يروح الحضانة علشان كده بلاش طريقة التفكير أو طريقة الكلام أو النغمة اللي هو هيسبني هيسبني إزاي كده ده صغير ده هيبعد عني أنا خاف ده هيبعد عني كده إزاي يا ترى هيعمل إيه لوحده في الحضانة أنتوا فاهمين قصدي أنا بدرب مجرد أمثلية بلاش الطريقة دي تتغلبي إزاي على الحكاية دي إنك تقنعي نفسك إن دي حاجة مهمة في المرحلة العمرية دي للطفل اللي احنا قلنا سنتين مثلا أو أقل شوية أو أزيت شوية هي مهمة زي المدرسة كده لكن ملغاش علاقة بالمدرسة عشان الناس ما تفهمش غلط ملغاش علاقة الحضانة مش مطلوب من الطفل لا يتعلم أرقام ولا حروف ولا يدخل أستحنا بدخلوا حضانة عشان انترفيوهوا المدرسة كل ده كلام خاطئ كل المطلوب من الطفل إنه هو يتبسط ويتطور بقى هناك يتطور اجتماعياً يتطور سلوكياً يتعلم إنه هو جزء من مجموعة يتعلم إنه يشارك في نشاط جماعي يتعلم إنه هو يكل وحده يتعلم إنه هو فيه فترات للعب فيه فترات للراحة يتعلم إنه هو ممكن نقول أغنية مع بعض يتعلم إن اللعب ده أو الحاجة دي بنتعلمها عن طريق تحفيز الحواس أو تطوير المهارات أو كده نفسياً هيلاقي نفسه له أصدقاء حتى لو هو مش عارفهم أو مش عارف أساميهم لكن بيشوفهم كل يوم ولاد وبنات هتلاقوا إن الطفل ده دي مرحلة مهمة عشان كده أنا بقولك أول نصيحة للأم للأماتها بالذات بلاش تقولي لنفسك أو تخوفي نفسك من تجربة الحضان ده صغير قوي هيعمل إيه في الحضانة لوحده ده أنا اللي بعمله كل حاجة هو حد هيعرف يعمله زي ما أنا بعمله هو حد هيعرف يراضيه لما يعيط هو حد هيعرف يطبطب عليه زي مفيش حد زيك لكنها سنة الحياة إنه لازم دي مرحلة بتجهزه إنه بعد كده هيخش المدرسة وهيتعلم وبعد كده هيبقى له أصدقاء وهيبقى عنده حياة مستقلة إحنا دورنا نحوط عليه بالحب وبالرعاية وبالأمان وكل حاجة لكن ما نسجنوش جوه مشاعر التملك بتاعتنا اللي كتير من الناس بيدخلوها كده وبيدخلوا السجن ده من غير ما ينتبهوا وبالتأكيد بياخدوا ولادهم معاه تمام؟ طيب يبقى دي كانت أول نصيحة قلناها لحضرتك إنك بلاش تقولي الطفلة هيسيبني هيبد عني هيعمل إيه لوحده؟ وهكذا تاني نصيحة إيه؟ ممنوع الطفل يروح الحضانة وهو تعبان حتى لو تعب خفيف أي نوع من أنواع التعب دي بقى ميزة كويسة قوي إنه إيه؟ لا خلاص هو تعبان شوية ما يروحش النهاردة بس إيه؟ تعبان بجد بعد الشر عليهم كلهم يا رب بس إيه تعبان بجد خلاص؟ بيكح بيعتص عنده حرارة لا خلاص بياخد الدواء يستريح في البيت حتى لو ما خدش دواء أو بيستريح ليه؟ لأنه ممكن يكون مثلا الجو مش ملائم شوية أنه يخرج بدري خلاص كده؟ يبقى لو تعبان حتى لو تعب خفيف ما يروحش الحضانة إيه النصيحة اللي بعد كده؟ لازم حضرتك كأم تشجعي طفلك على الحضانة تربطي الحضانة بأن طفلك أو طفلتك يعني أنا طبعا آسف إن أنا بتكلم دايما بصيغة المذكر بس هو جرى العرف كده حتى في الكتب يعني الطبية والعلمية إنه الكلام بنقول الطفل بيبقى مقصود بيها الطفل الولد والطفلة البنت بتحببي ابنك في الحضانة وبتربطيها بفكرة إن أنت كبير وإن أنت شاطر عشان أنت كبير تريد تروح الحضانة عشان أنت شاطر هتروح الحضانة فاهمين قصدي؟ مش إن أنت بنتخلص منك أو إن إحنا بنبعدك عننا خالص ده أنت عشان بقيت كبير وبقيت شاطر وبقيت مسؤول وبقيت بتفهم وبقيت بتعرف تتبسط وبقيت تعرف تلعب فاحنا عشان كده بنوديك الحضانة عشان تتبسط أكتر وتتعلم أكتر وتبقى شاطر أكتر أنت بتقنعي ابنك أو بنتك بدا بتتكلمي بهذه الطريقة أياً كان بقى المصطلحات اللي هتستخدميها بس كلها تدور في هذا الإطار النصيحة اللي بعد كده في محور الأم يعني في كلامنا عن تجربة الطفل في الحضانة الأول مرة فيما يخص الأم ما تقلقيش من تعلق طفلك أو طفلتك بحد معين في الحضانة هقولكو أصدي إيه؟ يعني ما تقلقيش مثلاً أنه هو بقى يدور على مدرسة معينة يعني فيه في الحضانات بيبقى مدرسة فيه مساعدة للمدرسة فيه ناني اللي هي الدادة يعني أو المربية خلاص ما تقلقيش من ده ما تقلقيش ما تقلقيش تقولي إيه؟ طب قدروا المدرسة دي مش موجودة طب قدروا ما هي في يوم كانت مشغولة عنه ده هيأثر على نفسيته لا 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 خالد هو الطفل عشان تبقوا حضراتكو عارفين بيختلق لنفسه أو بيهيئ لنفسه أسباب تطمنه فجزء من وسائل اللي بيطمن بها نفسه إنه يبتدي يتعلق بحد أو أكتر أنا بتكلم هنا كعنصر بشري يبتدي ينجذب أو يتعلق أو يحب حد معين في الحضانة ما تقلقوش من ده وما تحطيش نفسك في مجال مقارنة ما احنا اتفقنا من زمان قوي حضرتك في وضع لا يقبل المقارنة لا مع الأب ولا مع الجدود ولا مع الخلات ولا الخلان ولا العمات ما فيه أنت لوحدك كده خلاص فإنه هو يتعلق بحد دي حاجة حلوة احنا بنزود المحيط الآمن بتاعه بنزود عدد الناس اللي هو بيحبهم وبيتطمن لهم فاهمين قصدي؟ طيب النصيحة اللي بعد كده عدم التصرع في الحكم على الحضانة يعني ما تقوليش إيه أنا ابني بيروح بقاله أسبوعين هوق أو بيروح تهات أسابيع أنا حاسة أنهم يعني ما تعلمش حاجة لا هو مبدئيا التعليم من الحضانة دي انسوها خالص لسه جايلكو في الكلام عسنا دلوقتي أنا يعني أعرف بقني فيه حضانات ألماني وفرنساوي وإنجليزي كل ده في المرحلة العمرية دي مش مطلوب مش مطلوب والله وغلط المفروض إن إحنا لو فيه لغة مثلا عايزين ندعمها عند الطفل هي نيتف لانجوش اللي هي لغة لسانه الوطني ها هنجلها في وقتها خلاص فما تتسرعيش في الحكم على الحضانة ما تقوليش إيه هو لسه وهو بيأكل برضو مش ظابط البداع بيوقع على نفسه لأ الحكم على المكان أولا ما بدأين أنت حكمتي أصلا بدليل إنك وديتي ابنك أو بنتك الحضانة دي يعني إيه تصورتي أو توسمتي الخير في هذا المكان قلت إن شاء الله المكان دي يبقى كويس حلو يبقى بقى إيه المسألة بقى نفسها إن الطفل يدخل بقى التجربة خلاص لما يدخل التجربة ما تحكميش قبل ثلاث شهور ثلاث شهور أيوة ثلاث شهور ده الحد الأدنى الحد الأدنى اللي نقدر نحكم بي على الحضانة دي أثرت في ابننا أو بنتنا بشكل عامل إزاي النصيحة اللي بعد كده خلوا الطفل يروح الحضانة بدري يعني لما الحضانة دي تقول لكم إحنا بنبدأ من الساعة 8.30 مثلا الصبح خلاص ليه يبقى تروحوا هناك 8.30 هقول لكم ليه علشان أنشطة بداية اليون هتقولوا لي إيه أنشطة بداية اليوم هقول لكم غالبا في كل الحضانات بتبقى أغاني ولو الجو كويس بيبقى بيلعبوا برا بيبقوا بيلعبوا هتلاقيوا عملين يغنوا ويلعبوا في مكان ألعابوا بتاعه وده بيسهل على الطفل جدا إنه يحب المكان هنطلع دلوقتي للفاصل الأول في حلقتنا النهاردة وهنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة اللي خصصناها عن تجربة دخول الطفل الحضانة لأول مرة وبكرر أنا أقصد هنا الحضانة اللي هي الأماكن النهارية اللي الأطفال الصغيرين بيروحوا يلعبوا ويستمتعوا فيها ما بكلمش عن الحضانة اللي بتكون جوه المدارس هنطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم يحكى أنه ما زال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقة النهاردة واللي هي بنتكلم فيها عن تجربة الحضانة لأول مرة واتفقنا في بداية الحلقة أن احنا هنتكلم في هذا الموضوع وهذه التجربة المهمة من خلال أربع محاور مهمة المحور الأول هو خاص بالأم نصائح بنوجهها الأم والمحور الثاني خاص بالطفل نفسه والمحور الثالث خاص بالأب والمحور الرابع والأخير خاص بالحضانة وقلنا أن مهم أن حضراتكم أو أي أسرة عندهم طفلة أو طفلة هيخوضوا تجربة أنه هما يدخلوهم حضانة لأول مرة لازم يكونوا عارفين الجوانب أو المحاور الأربعة لسه احنا في المحور الأولاني الخاص بالنصائح اللي بنوجهها للأم لازم ما تقرنيش بين تصرف الطفل معاك وبين تصرفه مع أي حد هناك في الحضانة هقول لكم يعني إيه يعني مثلا نفترض أن الطفل لسه بيلبس حفاظه فإنتي بتغيري له مثلا هو يعني إيه كان مشتت شوية مشغول في حاجة يعني بيدلع عليك كده وغلت شوية في موضوع إيه الغيار مثلا خلاص والمفروض أنه هو مثلا في الحضانة بيغير فما نقول لوش إيه أنت بتعمل كده مع ميس فلانة لما بتيجي تغير لك نفترض مثلا أنه هو بنقول له حاجة قلنا له مثلا حاجة وقعت مثلا من لعبه على الأرض أو هو رماها أو وقعت منه فبنقول له هاتها خلق فهو مش عايز يجيبه فنقول له إيه بتعمل كده بقى في الحضانة لما يقول لك أكيد ما بتعملش كده مع ميس فلانة ولا مع في الحضانة والكلام ده كله المنطق ده أصلا كله غلط ما تقارنيش بين تصرفات الطفل في الحضانة وبين تصرفاته في البيت أصلا هو مش المفروض يكون فيه فرق في التصرفات ولكن في البيت بيكون فيه هامش أو مرجن أو حد أوسع شوية أن الطفل ممكن يتمادى شوية في ارتكاب خطأ ما أو أنه هو ياخد وقت شوية في إصلاح خطأ أو أنه ياخد وقت شوية في سمعان الكلام وده نتيجة طبعية تعرفوا حالا دلوقتي نتيجة أنه هو في الحضانة بقى بيكون ملتزم جدا أو بكلم عن معظم الأطفال أن لم يكن كلهم يعني بيكونوا ملتزمين جدا في الحضانة فيبقى متفقين على النصيحة أو على المبدأ ممنوع أن إحنا نقارن لما يجي يعمل تصرف ما نقولش إيه أنت بتعمل كده مع مصفلانة أو بتقوى كأننا إيه يعني بنقول إن إحنا في مرتبة أقل أو في مرتبة إنه هو مثلا ما بيسمعش كلامنا لأ ده غلط ما تعمليش كده أبدا ماكمل لسه نصايحي للأم كمان لازم ما تقرنيش طفلك مع باقي الأطفال يعني إيه؟ يعني ما تقوليش إيه؟ هو ليه ابني مثلا أو بنتي في الحضانة مش متفاعل كده وبتاع مع إن فلانة اللي في الحضانة البنت فلانة أو الإبن اللي هو اسمه كذا الطفل ده أو الطفلة دي متفاعلين أكتر خلي بالك إن في عوامل كتيرة قوي بتتدخل في موضوع تقييم طفلك وعلاقته بالحضانة يعني إيه؟ يعني وارد إنه يكون الطفل الأطفال اللي أنت بتكلمي عنهم دول من قبل طفلك بفترة مع هي الحضانات دي مش فترات معينة بندخلها كلنا في نفس الوقت زي المدارس لا يعني ممكن تلاقي طفلك التحق مثلا بالحضانة الشهر ده ممكن تلاقي طفل تاني ملتحق بالحضانة دي قابلها بخمس ستة أشهر يبقى هو عنده خبرة في المكان ده قبل كده تمام؟ اللي أنت بتقرني بيه ده ممكن يكون حد أكبر من طفلك مش إحنا اتفقنا أن الحضانة دي بتستقبل مثلا الأطفال من سن من كل الأعمار طيب ابنك عنده وسن سنتين الطفل التكلمي عنده عنه ده عنده تلات سنين أو تلات سنين ونص يبقى ما ينفعش تقرني ما بدأ المقارنة أصلا مرفوض يبقى ما ينفعش تقرني بين طفلك وبين أطفال تانية في الحضانة لأنه وارد أنا بتكلم هنا عن جزئية التفاعل في المكان أو التعلم من المكان حاجة أو ما إلى ذلك لأنه وارد أنه يكون الأطفال اللي أنت بتقرني بيهم دول مع طفلك أو طفلتك موجودين من قبل طفلك في الحضانة أو هم أكبر في العمر من طفلك أو أن الأطفال دول الطفل اللي أنت مثلا بتقرني بيه ده تقولي هو ليه مثلا مش زي فلان يكون عنده إخوات يكون عنده إخوات أكبر في حين ان انت مثلا ابنك او بنتك لسه اطفال وحيدين او اطفال لسه ما بقاش عندهم اخوات تمام النصيحة اللي بعد كده بلاش حساسية ما تتصرفيش بحساسية فاكرين في اول نصيحة خالص في الحلقة انا قلتلكو ايه قلتلك ما تعوديش تقولي لنفسك هو هيعمل ايه بعيد عني هو هيعرف يتصرف هو هيعرف لما يبقى عايز حاجة يقول لهم طب هم هيفهموه بنفس المنطق والمعيار بقى بس حساسية من نوع تاني اللي هو ايه انا وديته الحضانة بس هو ليه ما عمليش باي باي وهو داخل او يعني لما دخل او ليه لما روحت ااخده اه يعني ما عمليش باي باي مثلا وانا ماشية او ليه لما شافني لما روحت ااخده مفرحش فاهمين قصدي دي تصرفات او طريق التفكير سطحية جدا ليه لان الطفل خبراته الانسانية لسه هو ما عندوش الخبرات بتاعت التعبير عن المشاعر والزكاء الاجتماعي والمجاملة ما هو احنا لما نقول له يعمل باي باي دي مش لازم كلها تبقى فطرة بالمناسبة يعني خالص ممكن نقول له يعمل باي باي هو في اللحظة اللي بنعمله فيها باي باي شاف لعبة مثلا او شاف مرجحة ولا شاف حاجة هو بقاله مثلا يومين عايز يلعب عليها بس فيه اطفال تانية مش مدينه فرصة مثلا او حاجة جديدة لفتت نظره او بيبتدوا يلعبوا لعبة هو عايز يكون جزء منها فاهمين قصدي لما انت راح تاخديه ما تقوليش قال له هو ليه ليه مفرحش مفرحش يعني ايه هو اكيد فرحان بس هو ما عندوش الآليات بتاعت التعبير ممكن يكون لسه اي منه ممكن يكون هو اصلا زي ما بيقولوا ايه خلاص وصل لحده الاقصى تشبع يعني من وجوده في الحضانة دلوقتي وبعدين ايه طرقنا في التعبير عن اطفالنا عن مشاعر اطفالنا يعني هنقول ايه هو مفرحش ازاي يعني حضرتك عرفي ايه هي الفرحة انه ياخدك بالحضن ويقولك يا ماما او يعملك كده لا دي مشاهد في الافلام بس وفي المسلسلات وبتتعمل يعني حاجات مصنوعة واذا الطفل عملها في الحقيقة يعني مرة ولا مرتين ما بيبقاش ده قانون وما ينفعش نسقل على الاطفال الصغارين او يقول ان احنا نطالبهم بهذا النوع من الرياكشنز او هذه الانواع يعني من الردود الافعال لانها فعلا حاجة مرهقة جدا هما مش عارفينها يعني انتي لما بتقوليله مثلا حاجة كده تاكلها مثلا فيها فبياكلها هو انت ليه ما قلتش انها حلوة او ليه ما بنش على وشه انه مبسوط بالحاجة اللي انا عاملها له لا ما تثقليش على نفسك وما تحسبيش حسابات كبيرة وما تديقيش الدنيا على طفلك خليه يتصرف بطبيعته وبفطرته والطبيعة والفطرة بتخليه يتصرف بتلقائية وبشكل عادي لازم كمان يعني من النصيح المهمة قوي في اللي عايز اقولها للامهات ان في اختيارك للمكان وانا بخصص هنا الكلام للامهات لانه الحقيقة ان الامهات والاباء طبعا بيكونوا شركاء في اختيار المكان لكن اللي عايز اقوله انه الامهات بيبقى لهم يعني الرأي اعتباري برضو اكتر شوي يعني بيبقوا هم حاسين كده يعني بتلاقي الازواج والاباء اللي هم يعني الكويسين تلاقيهم يقولك ايه انا شايف المكان ده كويس بس برضو انت رأيك ايه انت برضو رأيك مهمة قوي هو مش بيجاملك هو عارف ان انت اللي هتكوني في حالة تواصل وتماس اكتر منه من الاب يعني بالنسبة لطفلك مع الحضانة دي تمام فانا عشان كده بقولك خلي اختيارك للمكان من البداية يكون اختيار طبيعي يكون المكان طبيعي اقول لكم يعني عشان ما اطولش عليكم يعني بلاش كلمة اصل المكان ده شبهنا يعني ايه شبهنا كلمة دي فيها عنصرية جدا الحقيقة وفيها مراهقة وفيها سزاجة وفيها يعني فيها حاجات كتيرة جدا شبهنا من ناحية ايه شبهنا من المستوى المادي ولا شبهنا من اني مستوى شبهنا في النظافة مثلا اه تبقى حاجة عظيمة شبهنا في الناس اللي بيشتغلوا تحسيهم كده على خلق وعندهم مبادئ كويسة وعندهم نظام زي ما احنا مثلا كويسين دي تبقى حاجة جميلة انما هم شبهنا في ايه بقى شبهنا في اللبس ولا شبهنا في المستوى الاجتماعي ولا شبهنا في نوعية الديكورات ولا ايه بالزبط فاهمين قصدي يعني خلوا اختياركم من البداية يا جماعة ارجوكم ما تبالغوش قوي انا بقولكم الكلام ده ليه لانه دلوقتي كل حاجة موضة برضو يعني موضة فتلاقوا في موضة كده ان الحضانات تبقى ايه انا هاختصر الموضوع تبقى اوفر او تبقى حاجة جمدة قوي فتلاقوا في ديكورات عاملة ازاي وتلاقوا ناس اللي بتشتغل عاملة ازاي وتلاقيهم بيكلموا بلغات عاملة ازاي يا جماعة ما تصعبوش الدنيا ويعني والجاعة فتلاقي بقى الناس تاخد بقى اللي حيقول لك يا سلام ده الجمال او بصوا حاطين الحاجات في ديكورات هنا غالية يبقى المكان ده كويس على فكرة ده مش شرط خالص 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 ليس له اي علاقة بالتطبيق بقى على الارض الواقع في التعامل الموضوع يعني يا مأباكن طبيعية كده وشكلها طبيعي وشبه 99% من البيوت في مصر وتلاقيها ممتازة جدا واللي بيشتغلوا فيها عندهم احساس وعندهم احساس بالمسئولية وعندهم موهبة في التعامل مع الاطفال فما تحكموش ايه بالمظاهر النصيحة اللي بعد كده انك بلاش تضغطي على الطفل يعني بلاش تحطي عليه اعباء او تديله يعني واجبات كتيرة بشكل يوتره لانه اصلا متوتر من تجربة الحضانة حتى لو ما بنش عليه خلوا بالكو دي نقطة مهمة ما تحطوش ولادكو في مناطق توتر لان الطفل ممكن بيروح الحضانة وبييجي ويروح وييجي اوه بقاله كم يوم لكن هو من جواه متوتر هو اول مرة الطفل اللي عنده سنتين ده ولا سنتين وشهرين ولا سنتين وتعته شهر اول مرة يقضي الفترة دي فترة كده ساعات بره البيت بره البيت الامن بتاعه او بره البيت اللي هو يعرفه بيته او بيت جدته او كلام ده كله ها والوحده فهو اصلا متوتر فمن ايه ما نثقلش احنا عليه النصيحة اللي بعد كده انكم ما تشغلوش نفسكم باللغات في الحضانة ودي الموضوع او ده الموضوع اللي كنت بتكلم معاكو فيه من شوية في نفس الحلقة هتلاعوا حضانات الماني وحضانات فرنساوي وحضانات انجليزي خلاص ماذا عن اللغة العربية ماذا عن اللغة اللي بيسموها حتى في اللغة الانجليزية مادرتانج يعني يعني لسان الام او اللغة الاساسية خلاص وانا زي ما بقول ده يعني هقولكو تشبيه كده حاجة حقيقية يعني حصلت يعني ان كان فيه ناس راحوا حضانة ف اللي انا بحكيه ده قصة حقيقية راحوا حضانة فالحضانة بتفتخر قوي يعني بيقولوا للام والاب يعني بيشوفوا يعني هيلحقوا بقى ابنهم او بنتهم بياه ولا لأ فلقوا المسؤولة يعني اللي بتقابلهم بتقولهم احنا ما بنتكلمش ولا كلم عربي هنا في الحضانة تمام فساعتها الاب يعني يعني الموقف نفسه كله اتحكى الاب نفسه حكى يعني اتصرف الحياة بمنطقية ورد بمنطقية جمدة جدا يعني قال لهم طب يعني لو احنا أسرة أمريكية وعايشين في الولايات المتحدة الأمريكية وراحين نودي ابننا حضانة تفتكروا هنكون سعداء لو دخلنا حضانة مع ابننا الصغار بقى ده ولقينا الحضانة دي بتقولنا على فكرة احنا بنتكلمش ولا كلمة أمريكي لكن بنتكلم باللغة اليابانية مثلا ايه المنطق ده ايه اللخبطة دي يعني فكرة ان الحضانة تبقى بتباهي قوي ان احنا عندنا اللغة الفلانية او كذا اولا اولا عشان تبقى حضاراتكو عارفين المدارس فكرة انه يتأسس عشان المدرسة المدارس بقى اللي هي المدرسة مثلا اللي تدرس باللغة الفرنسية او الالمانية او حتى الانجليزية مش بتشترط ان الطفل ييجي يكون متعلق اما لو اريح المدرسة ليه فاهمين قصدي يعني المدارس العريقة انا هنا بتكلم عن المدارس العريقة والمدارس اللي ليها تاريخ واللي واسقين من نفسهم واللي عارفين دورهم الحقيقي مش بيقولوا الطفل يجلنا ويبقى عارف لغة يبقى عارف لغة ازاي لكن الطفل المفروض يبقى عارف لغته الاصلية مش هنتباهى بقى ونقعد نقول اصلابا ما بيتكلمش عربي كويس اصلابا ما بيعرفش يكتب عربي كويس والحاجات بقى اللي انتو عارفينها دي دي حاجات يا جماعة مش بتزود دي حاجات بتنقص مش بتزود دي بتنقص فالناس اللي فاكرين انه هم بيتباهوا بالحكاية دي لا انتو مش مفروض تتباهوا ده انتو كده عندكم مشكلة او بمعنى دق خلقتوا لابنكم او بنتكم مشكلة وحلوها بقى يعني ايه انه هيبقى مصري وما بيعرفش يتكلم مع عربيها انتو فهمين يعني ليه يعني يعني ما هو يعني ما هو عايش هنا حتى لو هو هيعيش بره مش لازم يبقى عنده لغة اصلية لغة موطنه يعني لغة اهله هيتفاهم معاكو ازاي ومع اهله ازاي ومع اريبه ازاي ومع الحياة كلها ازاي فما تشغلوش نفسكو بموضوع اللغات ده تمام واخيرا او اخر نصيحة عايز اقولها للامهات في المحور ده هو انك مش لازم تكوني بتشتغلي علشان طفلك او طفلتك يروحوا حضانة لان في ناس فكرة ان الحضانة دي الخاصة او الفكرة دي او التجربة دي خاصة بان احنا كسيدات عاملات او زوجات او امهات عاملات لا انت ممكن تكوني حضرتك ربة منزل او سيدة سيدة ست بيت يعني واهبتك بيروحوا الحضانة عادي جدا خالص ده ملوش علاق تمام فاضل لنا كده تلات محاور عايزين نتكلم فيهم المحور التاني هو خاص بالطفل بقى نفسه اللي بيمر بالتجربة خلاص والمحور التالت خاص بالقب والمحور الرابع خاص بالحضانة هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل الجزء التالت والاخير في حلقتنا النهاردة من يحكى ان يحكى ان مازال متواصل خليكوا معنا اهلا وسهلا بحضاراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها للحديث عن تجربة ان الطفل يروح الحضانة الطفل او الطفلة يعني يروحوا الحضانة لأول مرة التجربة دي التجربة المهمة اللي ليها وقع كبير في الأسرة كلها خلاص دي تجربة تستحق مننا ان احنا نقول فيها معلومات مفيدة جدا لحضاراتكم اربع محاور خاصين بهذه التجربة اتكلمنا في الجزء الاول والتاني عن المحور الاول وهو الاهم وهو خاص بالام او بمعنى ادق نصائح وجهناها للامهات اللي اولادهم او بناتهم بيمروا بهذه التجربة للمرة الاولى دلوقتي بقى هنتكلم عن المحور التاني وهي ملاحظات خاصة بالطفل نفسه اللي بيمر بالتجربة دي او اللي بيبدأ التجربة دي بعد العودة من الحضانة بعد ما الطفل يرجع من الحضانة غالبا هتلاحظوا ان هيكون فيه تجاوزات شوية في البيت بيعمل تجاوزات شوية بنقصين اسف يعني بس استحملوها مني هتلاوه بيقل ادبه كده شوية خلاص بيعمل حاجات كنسبها يبتدي يطلع عالك كرسي يبتدي انت من امتى بتطلع عالك كرسي احنا قلنا لك قبل كده ما تطلعش عالك كرسي يطلعش عالك كنا مش عارف يمسك حاجة يروح رميها يلا حبيبين غير هدومنا مش عايز يغير عايز يعني ايه مش عارف اسمها ايه سائل عوك شوية خلاص ودي بتكون تجربة او بتكون صفة مميزة جدا لكل الاطفال تقريبا الولاد والبنات اللي بيمروا بتجربة انه ما يروحوا الحضانة دي للمرة الاولى تمام فخلوا بالكوا ان دي حاجة ملحوظة وانا بقولها مش عشان احنا بقى نقابلها ان احنا نقول ايه هو بيعمل كده طب يعني نوجهه نعاقبه طولوا بالكوا بس يعني خلوا مساحة الصبر والتحمل عليه يعني تحملوا الطفل او طفلة شوية اكتر وحطوا في اعتباركوا انه مارر بتجربة او يمر بتجربة خاصة جدا لسه بقولكو في الجزء التاني قبل ما نطلع كنا الفاصل هو اول مرة يقضي ساعات من اليوم في مكان مش في بيته لا في بيته ولا في بيت جدته ولا في بيت حد من ارابي لا ده مكان جديد خالص عليه خلاص وبيقعد فيه لوحده كمان يعني ابعه طبعا ناس بتشتغل وكلهم ناس افاضل واطفال تنين زي الامر بس في الاخر هو لوحده خلاص فلازم نبقى متحملين شوية انه هو ايه هيبقى فيه بعض ردود الافعال فبلاش العقاب لا نطول بالنا شوي خلاص نطول بالنا والحاجة اللي ليه حلول نعملها يعني لو هو مثلا على سبيل مثال لو هو مش عايز يغير دلوقتي خلاص يغير بعد نص ساعة مش لازم في اللحظة اللي يرجع فيها من الحضانة يغير خلاص فاهمين قصدي دي اول ملحوظة تاني ملحوظة انكم لازم تسألوا على ان الطفل نام في الحضانة ولا لا مش بس تسألوا يعني هم بيبعثوا تقارير وكده لان نوم الطفل شوية في الحضانة لما ينام اللي هي فترة القيلولة اللي هي نوم الظهيرة يعني نوم الطفل في الحضانة علامة مهمة جدا على احساسه او بداية احساسه بالامان هناك فدي نقطة مهمة خلاص يعني لازم تشجعوه يعني تشجعوه عليها وتشجعوا الحضانة أن هم يشجعوا عليه يعني تطلبوا من الحضانة تقولوا لهم هو متعود ينام مثلا من الساعة 12 الظهر كده ولا حاجة بيبدأ عايز ينام نص ساعة عايز ينام ساعة 12 وحدة فأرجوكوا حاولوا معاه في الفترة دي أنه هو ينام وتقولوا للطفل لو عايز تنام نام خلاص وهم بيطلبوا حتى الحضانات الكويسة بيطلبوا بيطلبوا مثلا كوفيرتا بيطلبوا بطنية الحاجات دي كلها خلاص نوم الطفل في الحضانة بداية بأنه يبتدي ينام في الحضانة ده مؤشر على بداية إحساسه بالأمان ده دي نقطة مهمة وكمان النوم شوى اللي بينامهم في الحضانة دول بيفدوه قوي لما يرجع لما بيرجع البيت بقى ما بيبقاش مقاريف لأنه لو منامش بيرجع البيت بقى بيبقى مقاريف شوى لأن الأطفال نوم الظهيرة عندها كتير من الأطفال أنا بتكلم يعني فيه أطفال طبعا ومتنمشوا الدور بس الأطفال غير الكبار كتير قوي من الأطفال النوم الظهيرة ده بيبقى إيه مهم بالنسبة لهم شوي تمام النقطة اللي بعد كده إنكوا لازم تكونوا مقتنعين إنه قبول الطفل أو الطفلة للحضانة هيكون بشكل تدريجي مش إنه الله ده هيحب الحضانة عشان إحنا قررنا إن الحضانة دي حلوة وإن هي جميلة وهي تبقى حلوة وجميلة فعلا بس مش لازم يحبها تاني يوم ممكن يخد له وقت أسابيع شهر فكرة القبول إحنا المهم إن الطفل ما يبقاش كاشش أو ما يبقاش مش عايز يروح أو ما يبقاش بيعيط لما نجيب له سرة الحضانة أو يبتدي يرفض إنما القبول بقى بشكل تدريجي آه طبعا ده أمر منطقي كمان لازم تخلوا بالكوا إن الطفل هينام بدري يعني لازم ينام بدري علشان تنظيم النوم لأنه بقى عنده خلاص بقى عنده ديوتي بقى عنده واجب إنه بيصحى كل يوم لازم يصحى أو مثلا لو بيروح الحضانة الساعة 8 ونص فلازم يصحى مثلا قابليها بساعة خلاص آه بساعة لقل فيصحى 7 ونص فلازم ينام بدري تمام بالنسبة باللوقتة بتاعة الغلاسة اللي أنا كنت بكلم فيها مع حضراتكم من شوية غلاسة الطفل بتزيد شوية زي ما قلت لكم في بداية فترة الحضانة وبداية الفترة دي بتكون من أول شهرين إلى أول ثلاث شهور إيه سببها بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين الطفل بيكون في الوقت ده في بداية تجربة الحضانة دي خارج ما يعرف بمحيطه الآمن هو عارف إن البيت ده محيطه الآمن خلاص حفظه وحفظنا عارف بيعمل إيه وما بيعملش إيه ولما بيعمل إيه غلط ولما بيزن على إيه بيحصل إيه ولما بيصر على إيه ماما بتوافق على إيه وما بتوافقش على إيه ولما مرة بيرتكب خطأ الناس دول طيبين دول بابا وماما دول مثلا ما بيدربونيش خلاص أو ما بيدربك بيزعقولي بيتعصاب هو عارف خلاص عمل لنا خريطة خلاص إنما في الحضانة هو بيخاف يعمل أخطاء عشان هو لسه مش عارف في رد فعل الناس اللي هناك دول هيكونوا إيه خلاص وهو مش هيبادر مش هيعمل تجربة مع الناس اللي بالنسبة له لسه غرب ها فلما بيرجع البيت يقوم الطفل يعوط فترة الكبت أو بلاش الكبت خلينا نقول الأدب الإجباري هو قعد من الساعة 8 ونص مثلا للساعة 3 ونص والأربعة مؤدب غصبا عنه مش عارف يروح يمين ولا شمال آه لطيف يا دوبك أقصى حاجة إيه مثلا تحب تاكل نوع الاعتراض يعني أنه مش عايز يأكل مثلا مثلا أو أنه ما يشاركش في لعبة من الألعاب خلاص إنما إيه مش هيروح بقى يروح قلب لوكو الدنيا لا لا خال تمام فالفترة دي يقابلها على طول بعض الوقت ما بقولش ساعات طويل بعض الوقت هتلاقوا الطفل إيه وكأنه عايز يعني بيفكركو ويفكر نفسه لا على فكرة أنا لسه صغير وأنا الشقي بتاع زمان أنا اللي بعمل أخطاء ها خلوا بالكم الحكاية دي وتقبلوها وفهموا الطفل إنكم فاهمينه أنت ليه بتعمل كده أنت ليه بتعمل الحاجة الوحشة دي أنت كنتش بتعمل كده أنت كنت سبت الموضوع ده ما كنتش بتعمله لا خلاص ما تعملوش بس دي حاجة وحشة اللي أنت عملتها دي حاجة وحشة أنك رامت لعبتك حاجة وحشة أن أنت بنادي عليك ما تردش علي حاجة وحشة دايماً توصفه التصرف إنه هو اللي وحش مش توصفه الطفل إنه هو اللي وحش خلاص؟ طيب كمان خلوا بالكم من النصايح إن صوت الطفل في البيت صوته حتى لو لسه مش بيتكلم يعني نبرة الصوت بس هتلاقوه في البيت عالي شوي بعد بداية تجربة الحضانة خلاص؟ هيكون الصوت عالي شوي وده مش قلة أدب منه ولا حاجة هو نتيجة إنه هم في فترة الحضانة في الفترة النهارية يعني بتاعت الحضانة دي دايماً في الحضانة بيشجعوهم على التفاعل الجماعي وبصوت عالي يعني يلا نغني كلنا مع بعض فتلاقوا مثلاً فيه أغنية شغالة بيغنوها كلهم مع بعض يلا كلنا مثلاً نقول الكلمة الفلانية يلا ها وتلاقوا حتى المدرسات مش سامعة بتقولوا إيه فتلاقوا إن الأطفال وكأنهم إيه بهم الحضانات كده ومع السن الصغار كده ودي حاجة كويسة بالمناسبة يعني فهتلاقوهم هما يرجعوا البيت بقى هتلاقوا لسه صوتهم عالي شوي بياخدوا سنة كده بياخدوا وقت كده على ما يبتدوا يزبطوا بقى التون تاني الله ده إحنا مش في الحضانة أنا أبعلي صوتي ليه تمام؟ ممكن كمان لما نخدم الحضانة ما يبقاش عايز يسيب الحضانة على طول الله قد كده بيحبها؟ لا بس وإنتوا مثلا خارجين من الحضانة في منطقة ألعاب مثلا فهو عايز يلعب في الألعاب دي قال له هو مش بيعش لعب لا هو عايز يلعب بالألعاب دي بس في وجود بقى ماما وبابا يمكن عايز يوريك وشطرته بصوا بقى أنا بلعب بالألعاب دي شاطر إزاي أنا بعرف أدخل البيت وأخرج من ناحية التانية أنا بعرف أركب على المرجحة أنا هو عايز يوريه عايز يحس بالسعادة وبالبهجة لأنه اعتاد على الشعور بالسعادة معاكم فبيبقى فكرة أنه هو لما بيشوفكم أنا بقول في أطفال كتير بتعمل حكاية دي خلاص ومش لازم تعملها كل يوم بس إيه فجأة كده وإنتوا خارجين فجأة كده يروح ساحبكم الطفل نفسه ويروح عايز يوديكم المكان اللي فيه ألعاب فنقعد نقول ألعاب إيه بقى تاني وإحنا مش وأنت مش من الصبح بتلعب تقبلوا الموضوع وعودوا معاه شوي هتلاول الموضوع دقائق دقائق بسيطة تمام ممكن كمان ما يبقاش عايز يروح على طول يعني ما يبقاش عايز يرجع البيت على طول ودي بنسميه إحنا الفترة البينية تمام يعني أنه هو ممكن يبقى عايز يتمشى شوي يعمل ودي لسه حاجة أنه قولها إن شاء الله مع الأب فيه كمان على فكرة أنه مش عايز يروح على طول يعني مثلا وإنتو دخلين بقى على البيت أو راحين على البيت يعني يخترع لكو أي حاجة يجبط في أي حاجة عايز أي حاجة هو محاولة من الطفل لتجنب فترة التزام جديدة فورا هو عارف إن البيت زي الحضانة هنا التزام وهنا التزام فاللي هو يعني أشم نفسي شوية بس تمام لازم كمان إحنا في الوقت ده بقى نشجعوا على البيت نحفزوا على البيت ده إحنا في لعبة مش عارف إيه ده البرنامج دلوقتي اللي أنت بتحب تتفرج عليه ده الكارتون اللي أنت بتحب تتفرج عليه في تلفزيون ده إحنا مش عارف ده أنا ماما عملت لك إيه حلوة أنا عايز أكلها لك نحفزوا نحسسوا إن البيت في حاجات حلوة خلاص ممكن تلاقوه فجأة يبقى مش عايز يروح يوم من الأيام كده في الحضانة فجأة كده في هذا الأمر عايز أقول لكم إن تفويت يوم كل كم يوم مش مشكلة خالص في الحضانة في العمر ده تفويت يوم إنه ميروحش كل كم يوم مش مشكلة بلاش تعودوا تقولوا إيه هو كده مش هيتعلم الالتزام خالص هو متعلم الالتزام وكل حاجة بس كل كم يوم كده مش عايز يروح يعني ممكن نسأله تحب ما تروحش النهار ده لما نحس إنه إحنا إنه فعلا مش عايز ومش عايز يلبس وبيتهرب وينقوله يلا عشان نروح لحضانة عشان نلحق بقى الأغاني وبتاع تلاقيه جايب حاجات وعايز يفرش اللعب بتاع نستشعر إحنا إنه هو مش عايز يروح هتلاحظوا كمان إنه يبتدي يأكل في البيت أقل خلاص بيأكل في البيت أقل وده نتيجة طبيعية لإنه في معظم الحضانات بيقدموا أكل يعني بيقدموا فطار وغدى وحاجة اسمها سناك كده اللي هي تصبيرة يعني إذا عنده إخوات بلاش تقرنه تجارب إخواته بتجربته يعني أيا كان يعني مش ضروري هو يكرر نفس السلوكيات سواء الإيجابية أو السلبية يعني ما نعودش نقول هو أختك الكبيرة لما كاد في الحضانة وكادش تعمل زيك أو أخوك ليه ما عملش إنت ما بتعملش ليه زي أخوك بلاش البقار المحور التالت بقى حاجات تخص الأب زي إيه زي إن إحنا إنت كمان مطالب إنك تشجع الطفل على الحضانة زي الأم بالزبط فاكرين لما قلنا في الجزء الأول إنت كبير وإنت شاطر وهكذا حكاية التوصيل إذا الأم موجودة يعني التوصيل للحضانة إذا الأم موجودة ممكن ده يبقى محدود طالما الأم هي اللي بتودي ليه لإن كتير من الأطفال بيجبطوا في الأب لما بيروحوا سوا خلاص يعني المرواح للحضانة يا أم يا أب ممكن حضرتك تروح أول مرتين كده ولا حاجة إنما ما تبقاش بقى إيه لإن في أطفال بتاخد الحكاية دي ويبتدوا إيه يبقى مش عايز يدخل للحضانة عايز يروح مع بابا تمام كده إذا فيه إمكانية أن حضرتك تاخده من الحضانة سواء مع الأم أو بالتبادل يعني أنت مرة وهي مرة ده بيكون له أثر إيجابي كويس جداً على الطفل على فكرة لازم كمان تكون مستعد للتمشية في بعض الأيام بعض الحضانة هو عايز يتمشى معك يا سيدي شوي تتمشه في شارع كده وترجعه بس خلاص دي حاجة حلوة اعملها ما تقولوش يهو بقى يلا بقى ده أنا راكن ده أنا وراها حياة ده أنا جاي من الشغل بتاع اقبل اقبل كل دي آليات من الطفل بيعملها بيقيس بيها مدى قبلكم أو مدى تقبلكم لفكرة أنه هو بينمو أو بيتطور حاول كمان كأب تحفظ الأغاني اللي هم بيقولوها في الحضانة وهتقول لي ألا أجبها منين ما تقلقش اللي أم بتكون عرفاها وحفظها وطلعوها من اليوتيوب وطلعوها من الانترنت وكل حاجة كل لما تبقى عارف كمان كل الأنشطة في الحضانة وتفاصيلها وتقول للطفل عليها يعني إيه أنا عارفت أنه إنتوا لونتوا النهاردة خلاص كأنك كنت معاه ده بيخلي الطفل يحس بالسعادة وبيحس بالاطمئنان بيحس أنه إنت زي ما كنت موجود الله بس أنا كنت شايف فده بيديله إحساس كبير قوي بالأمام وطبعا لازم تقلل برضو سقف التوقعات يعني ما يبقاش كبير زي الأم يعني ما نعودش نقول إيه يا الحضانة علمته إيه يعني لغاية دلوقتي ولازم استيعاب غلاسة وتمرد الطفل وإنك تطمن الأم وتساعدها يعني لما تلاقوا الطفل كده زي ما قلنا من شوية سايق العوج شوية أو متمرد شوية ما تسخنهاش إنت بقى لأ في إيه وتدخل إنت بإيجابية وحاول إنت لتحل الموضوع وهكذا المحور الرابع والأخير هي حاجات تخص بقى الحضانة نفسها وأول حاجة عايزة أقولها لحضراتكم عن الحضانة إن النانز أو الدادات والله كلمة دادة دي جميلة يعني النانز دي أنا بلاحظ إن إحنا من قولنا بتديرنا نستخدم يعني كلمات الإنجليزية يعني التعليم كان زمان أحسن ولما كان الدادة أحسن مما كانت ناني مش مهم يعني خلاص مش مهم الدادة أو الناني أو كده دول مهمين قوي في الحضانات زيهم زي المدرسات ومساعدين المدرسات وزي الإداريين الدادات دول أو النانز دول عليهم مسؤولية جسيمة جوا الحضانة فأرجو أنكم حضراتكم تعاملوهم كويس قوي عاملوهم كويس قوي لأن دول اللي بيكونوا في احتكاك كبير قوي مع الطفل في فترات طويلة وأنا هنا بتكلم على الأطفال اللي لسا صغارين كمان تمام؟ زي ما قلت لكم لا يقلوا في الأهمية عن المدرسات أو مساعدين المدرسات أو الإداريين الأكل كمان في الحضانة بيكون ثلاث مرات أو ثلاث وجبات فطار وغدا وسناك في ضرورة أن الحضانة تنوع في الأكل عشان الأطفال ما تزهقش كمان الحضانات الكويسة كلها بتقدم ثلاث أنواع من التقارير آه تقرير بس بيتبعد دلوقتي على الواتساب أو يعني بيتبعد خلاص بيبقى تقرير يومي بيقول لكم فيه هو كان عامل إيه ابنكم أو بنتكم في الحضانة كل ولا مكلش ولو كل أكله ولا طلب زيادة خلاص أو إيه الأكل اللي مكلوش تمام؟ نام ولا منامش كان متفاعل وكان بيلعبه كويس ولا لأ بيقولوا لكم ده في تقرير يومي وفيه تقرير أسبوعي وفيه تقرير شهري كمان الحضانات بيبعثوا للأم والأب أنشطة الشهر علشان تكمل في البيت يعني تحفيز مش إجهاد يعني لما يقولوا لكم إحنا الشهر ده بنعلم الأطفال مثلا الخضروات أسماءها وأشكالها مثلا فأنتوا تقوموا تكملوا اللي الحضانة بتعمله أو بنعلمهم مثلا الألوان أو فاهمين قصدي شيء تحفيزي مش شيء إجهاد أن إحنا نجهد أو نسقل على الطفل ضروري كمان أن الحضانة تكون كل الأنشطة فيها موجهة لإسعاد الطفل وأن يكون التعلم من خلال اللعب والحواس نوم الضهر مهم جدا زي ما قلنا ولازم التعامل الصحيح مع قلق الانفصال اللي هو الأطفال اللي في الأول ما بيتقبلوش أن الأم ما تبقاش موجودة فالأم تقعد فترة ممكن أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع لازم الحضانة الكويسة تتعامل مع قلق الانفصال ده بشكل جيد جدا خلاص تعليم التحكم الحضانات بتعلم التحكم الإراضي في التبول والتبرز بيعلموا الكلام والكلام بالعربي مش أزمة ولا علامة نقص خلصت حلقتنا النهاردة واللي خصصناها عن تجربة الحضانة لأول مرة في حياة أطفالنا يارب تكونوا استفدتوا ويارب يسعدكم ويسعد كل أولادنا بإذن الله واشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة ويحكى أنه سلام عليكم موسيقى